السلام عليكم معاكم عمر احمد عبدالعزيز طالب في سنة ثالثة كلية العلوم جامعة القاهرة قسم كيميا وعلم الحيوان المحاضرة دي عن بليجوريزم اند برافريزنج اللي هما السرقة العلمية واعادة الصياغة في الاول كده هقسم المحاضرة لتو بورتز في بورت وان هتكلم عن البليجوريزم هنعرف مع بعض الديفينيشن بتاعه اللي هو التعريف ليه المفروض ناخد بلنا من البليجوريزم انواعه او الفورمس اللي بيظهر بيها الكونسيكونس بتاعته اللي هي العواقب وهنعرف برضو ازاي نكشف عنه وازاي نقدر نتجنبه في بارتو هيكون خاص بالبرافريزنج هنعرف يعني ايه برافريزنج وايه الخطوات اللي المفروض نمشي عليها علشان نعيد صياغة الجمل بشكل صحيح وهقولك برضو على تيبس كده تساعدك في عائس الصياغة وفيه برضو بعض الاسئلة عن البليجوريزم هنحلها مع بعض ان شاء الله وتدريبات على البرورفريزنج طيب اول حاجة يعني ايه بليجوريزم البليجوريزم هو وقت بس كتابة عمل او حتى فكرة بتاعت شخص وتقدمها على انها بتاعتك وده بيحصل عن طريق انك بتحطها في الشغل بتاعك من غير الكريديتينج للاثور او السورس اللي انت جايب منه الحاجة دي طيب انت ممكن تسأل نفسك دلوقتي ليه حاجة زي دي مهم ان نركز عليها اصلا او ليه المفروضة فكر اذا كان الشغل بتاعي في بليجوريزم ولا لا مبدئيا خليك عارف ان البليجوريزم هو خرق للنزاهة الاكاديمية والعلمية وبعض العلماء كمان بيوصفوه على انه جريمة في حق نفسك وفي حق العلم لان المبدأ المعروف وسط اعضاء المجتمع الاكاديمي ان كلهم لازم يعملوا كريديتينج لصاحب الكلام او الديتا الاصلي اللي استعانوا بالديتا بتاعته في شغلهم وده طبعا من اساسيات الشغل فكون ان حد ينتحل شغل حد غيره ويقدمه على انه شغله وده طبعا تصرف غير اخلاكي والعواقب بتاعته بتكون وخيمة واتأثر على الكريل بتاعه في المستقبل وهنتكلم عن العواقب دي كمان شوية في المحاضرة ان شاء الله طيب انت المفروض تعمل ايه؟ مفروض تعرف تكتب وتوصل فكرتك باسلوبك وتتعلم ازاي تطلع استنتاجاتك الخاصة بطريقتك هو اكيد ممكن الموضوع يكون صعب في الاول انك تطور يعني مهارة زي دي هتقيد صيغة كتابات ناس تانية علشان تستعب فكرتهم بس كل ما تتدرب اكتر ومرة بعد مرة هتلاقي الموضوع بقى اسهل وامتعب كتير جدا ندخل بقى لعنواع البليجوريزم هنقسمه على حسب حاجتين اول حاجة على حسب النية او القصد تاني حاجة على حسب طبيعة الشغل اولا على حسب القصد اللي هي According to Intention في نوعين من البليجوريزم Accidental و Deliberate Accidental Pleasureism بيكون Unintentional يعني بدون قصد لكن ال Deliberate بيكون Intentional يعني متعمد طب Accidental ازاي يعني ممكن حد يقع في البليجوريزم هو مش قصد او مش واخد باله او ممكن وده بيحصل بسبب ثلاث حاجات اول حاجة ان النورج موجودة في المجال العلمي على نطاق واسع فوارد جدا ان الشخص من غير ما يقصد يقدم افكار متشابهة الافكار التانية بتاعت غيره تاني سبب للAccidental Pleasureism هو انك مش عارف اخرك تاخد قدية من الارتكيز يعني مش عارف Limits لاخذ الديتا او الاجزاء المكتوبة السبب الثالث هو انك مش عارف تعمل Citation بطريقة صحيحة للمصادر ده بالنسبة للAccidental Pleasureism النوع التاني اللي هو Deliberate ده الشخص بيعمل copying لشغل غيره وهو عارف وقاصد بهدف خداع الغير فالناس تفتكر ان الشغل ده Original وعلى فكرة النوعين Accidental والDeliberate بيدمروا صمعة البحث فعشان كده مهم جدا جدا تعرف ازاي Accidental Pleasureism بيحصل وايه الاسباب بتاعته وتعمل ايه علشان تتجنبه وما توقعش فيه كده خلصنا نوعين على حسب الانتنشن ندخل بقى على الفورمز على حسب Nature of Pleasureized Work وديه فورمز كتير اهمها Pleasureism of Ideas, Text, Design, Self-Pleasureism, Collusion والPatch Writing ودول الالواعين انا هتكلم عنهم اول نوع او فورم هو Pleasureism of Ideas يعني سرقة فكرة مثلا theory من شخص النوع ده صعب جدا يتعمله Detection علشان مفيش حاجة مادية تسرقت فبالتالي مفيش دليل مثال على كده لو باحث حضر Presentation وسامع من الPresenter اللي هناك فكرة بحث جديدة عجبته بعدها بدأ بحث علمي مع نفسه كده مبني على اساس الفكرة دي وقدن متاجه عادي كأن الموضوع من اوله لاخره بتاعه تاني فورم هو Pleasureism of Text وده اكتر شكل شائع للPlegiorism ومعروف باسم Copy, Cut, Paste, Writing او Word to Word Writing وده لما حد يعمل copying لاجزاء من تكست من غير Crediting للأسر او يكتبس Paragraphs كاملة من غير Paraphrasing طبعا هتقولي مع الScientific Research اغلب الوقت بيكون مبني على الPrevious Work بتاع الناس التانية فطبيعي ان الباحث يحتاج يذكر Scientific Facts مذكورة قبل كده فالمفروض يعمل ايه؟ في ناس بتاخد Paragraphs كاملة من Articles منشورة قبل كده وتحطاها في السجل بتاعها وهم فاكرين ان مسموح لهم يعملوا كده طالما هيعملوا Citation والكلام ده طبعا غلط ما ينفعش يحصل ناندن ده Pleasureism of Text انت قا تقدر تاخد نتائج بحثية من Articles بتاعت ناس تانية بس ما ينفعش تاخد Paragraphs كاملة زي ما تكتبت بنفس الاسدوب يعني الارتكل الجديد بتاعك لازم يكون باسدوبك انت بالاضافة طبعا للCitation المزبوط النوع الثالث هو Self Pleasureism وده بيحصل لما شخص يعيد استخدام حاجة هو نشرها قبل كده بشكل مختلف من غير اشارة للشغل القديم فهيظهر كده للشغل الجديد على انه Original الSelf Pleasureism ممكن يظهر من خلال ثلاث حاجات اول حاجة هي نشر Paper مرتبطة بPaper تانية من غير اشارة للPaper التانية دي الحاجة التانية هي تقسيم او تكسير الPaper الكبيرة لكذا Papers ويارة ونشروهم منفصلين عن بعض وده اسمه سلامي سلايسنج طيب الاسم ده ليه؟ لان حصل سبليتنج للديتا من بحث واحد لأكثر من unit او slice الحاجة التالتة اللي بتتسبب في ظهور الSelf Pleasureism هي اعادة نشر نفس الشغل في جورنالز مختلفة المجلات العلمية بتنصر Original Articles فمعنى كده ان كل جزء في الارتكل لازم يكون جديد وبتنصرش قبل كده فكونك تستخدم حاجة ليك منصوره قبل كده ده يعتبر انتهاك للRules بتاعت المجلة في بعض الحالات الاثور بيكون مركز على نقطة او مشكلة بحثية معينة بينشر عنا كذا ارتكل فوارد جدا انه يستخدم الPrevious Findings كاساس يبني عليه الNew Findings بتاعته فعلشان يتجنب المشكلة ده المفروض يعمل ايه؟ المفروض يشير للحاجة المنشورة سابقاً او لو مثلاً هم نشر حاجة ومحتاج Illustration منها من الPrevious Work بتاعه مفروض يطلب Permission من ال Publisher ان هو محتاج ال Illustration ده النوع الرابع هو Collusion وده لما اكتر من حد بيشتغلوا على نفس الشغل والشغل بيتعمله Submission كأنه بتاع شخص واحد منهم وكمان بيحصل لو حد راح لشخص متخصص او وكاله مثلاً سواء بقى هيدفع فلوس او مش هيدفع ويخلوهم يكتبوا له جزء من الشغل بتاعه ويقدموا على الاساس ان الشغل ده كله بتاعه اخر فورما نتكلم عنه هو Patch Writing وده بيتوصف بانه محاولة فشلة للPara Freezing لانه بيظهر لما شخصيين الاجزاء من شغل مش بتاعه ويغير فيه كم كلمة يعني يشير كلمة من هنا ويحط كلمة بدلها يغير الGrammar يشقل بترتيب الجمل فيباني للشغل Original بس طبعاً الشغل بيطلع شبه الشغل المسروق جداً وطبعاً الكلام ده مش مقبول لانه ما يعتبرش Paraphrasing لان اعادة الصياغة بتتم باسلوب الكاتب نفسه يعني الparaphrasing مقبول لكن Patch Writing مش مقبول ده مثال على Patch Writing هنا اللي عمل Paraphrasing غير شوية في الكلمات بس ما استخدمش ولا كلامه ولا اسلوبه يعني هو سايب نفس الStyle بتاع الOriginal Paragraph وغير بس في الكلمات علشان تبان original يعني مثلاً Despite اهي وحط Although Shall origin وحط originally Education بدل Educational وكلام كتير زي ما هو وطبعاً سايب الStructures بتاعت الجمل زي ما هي ممكن بقى انت تعمل Pause للفيديو تركز انت وتشوف ايه اللي شاله وايه اللي حطه هتلاقي نفس الStructural بنفس الطريقة أو الStyle بتاع الOriginal محطوط ايه العواقب بتاعت الPlegiarism العواقب دي بتكون على حسب الPlegiarism ده Minor ولا Major وبتتراح ما بين الOfficial Warnings يعني تحذرات رسمية أو خطوات لرؤساء المؤسسة اللي الPlegiarist تابع ليها أو Roughed Feature Submission يعني الPlegiarist ميعرفش يقدم شغل تاني لحد Reporting and Retraction وطبعاً كل العواقب دي بالاضافة لتدمير سبعة الباحث وفيه امثلة كتير لناس الPlegiarism تكلفهم الكريد بتاعهم بالكامل احنا قلنا اخر حاجة Retraction and Reporting يعني ايه Retraction Retraction هو صحب الArticle بعد نشرها وده ممكن يحصل بسبب حيات كتير مثلاً Incorrected Data أو Conclusions مش صحيحة يعني ما يفعش تتاخذ كأساسيات للFuture Research أو Double Publication أو أي فورم من الForms of Pleasureism اللي تكلمنا عنها قبل كده طب سؤال هنا الجورنالس أصلاً بتاخد وقت كبير جداً في المراجعة قبل النشر فإيه اللي يخليها تقبل تنشر حاجة وبعدها تعمل لها Retraction يعني ليه ما اكتشفتش الموضوع ده أصلاً قبل النشر فيها سبب كتير مثلاً معظم Pleasureism Detection Softwares بتعتمد على التطابق اللغوي فقط للبحث عن Pleasureism يعني سهل جداً إنها ما تكتشفش إن الPaper دي متاخدة من Original Paper بس بلغة مختلفة حتى لو الاتنين فيهم نفس الContents أو مثلاً الEditors مش Alert كفاية للPublications اللي موجودة في المجال فهم يعني اعتمدوا على المحتوى البحسي للPaper اللي جاي لهم أكتر من الاعتماد على نسبة الOverlap بينها وبين التانين وده طبعاً غلطة الEditors سبب تالت لو شخص بعت نفس الPaper لمجالتين اللي هو Double Submission أو مثلاً لو بعد النشر بتشف إن الData الموجودة متفابركة فأكيد طبعاً حاجة زي دي ما بتظهرش غير بعد النشر للأسف فالArticle بتتسحب بس اللي بيحصل في حالة Retraction إن الArticle ما بتتشلش بصورة كاملة من الWebSite بتاع الJournal أو الDataBasis لا الTitle بيفضل موجود والList اللي فيها الAuthor بالAffiliations بتاعتهم بتفضل موجودة وبيتضاف عليهم كلمة Retracted وده طبعاً بيدور سمعة الAuthor فلازم ناخد بالنا وتعمل تشيك كويس جداً قبل ما تعمل Submission للشغل بتاعك إزاي بيتم الكشف عن الPlegiourism الجورنالز بتستخدم Plegiourism Detection Services قائمة على السوفتوير عشان تعمل تشيك إذا كان فيه بليجوريزم في الحاجة المتقدمانهم ولا لا وعشان طبعاً يتجنبه الRetraction بعد النشر البرامج الموجودة في منع طبعاً ببلاش ومنعها بفلوس والEfficiency بتاعتها بتختلف من برنامج للتاني طب البرامج دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق المقارنة بين التكست المرفوع على البرنامج أو الweb site وبين الموجودة في الdatabase فبتقدر تتعرف على الparagraphs المتشابهة أو القريبة من بعض وأشهر الـ Services دي Authenticate Pleasures Pleasureism Checker X وفيه غيرهم كتير كده عرفنا ازاي بيتم الكشف عن Pleasureism محتاجين بقى نعرف ازاي نتجنبه عندك ثلاث حاجات لازم تعملهم علشان تتجنب Pleasureism أول حاجة Citing لو انت خدت فكرة رأي نظرية حقيقة إحصائية Graph أو رسم أو أي معلومة بتاعت حد تاني واستخدمتها أو استعانت بيها في الـ Research بتاعك لازم تذكر references يعني لازم تذكر انت جبتها منين تعمل citation وفيه حاجة مش لازم تعملها 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 وهي الـ Common Knowledge يعني لو حاجة انت عارف ان اي حد في المجال عارف المعلومة دي مش لازم تعملها بس طبعا لازم تكون متأكد انها معروفة لناس كتير وموجودة في sources كتير وسهل الوصول إليها زي مثلا ان الـ Boiling Point بتاعت الـ Water 100 درجة مقوية دي مش محتاجة تعملها تعملها citation دي Common Knowledge بس لو فيه حاجة انت مش متأكد اذا كانت Common Knowledge ولا لا اعملها citation احسن لك الحاجة التانية لو خدت حياة علمية من original article لازم تكتبها بأسلوبك انت وده اللي هو الـ Paraphraising اللي احنا اتفقنا عليه من الاول ولازم بعد الـ Paraphraising تعمل Crediting للمصدر والـ Paraphraising هنتكلم عنه كمان شوية التالت حاجة تعملها انك تستخدم اي plagiarism detection services من اللي احنا قلنا عليهم مثل بليجيس مثلا عشان تعمل تشك لو فيه جزء كتبه وفيه نسبة تشابه عالية يعني بينه وبين الـ Paraphraising وانت مش ملاحظه تاخد بالك ومؤسسات والـ Journal's هي بتحدد نسبة اكتباس معينة ما ينفعش انت تتعداها دول بقى كم سؤال عشان تشوف الصعوب تقدئة ايه من اللي فات المطلوب منك دلوقتي انك توقف الفيديو وتحلل الاسئلة دي لوحدك وعدها تشغل عشان يعني تشوف في حلات صح ولا لا اول سؤال عندك اربع اختيارات اول اختيار collecting information ده ما فيه مش مشاكل لان البحث العلمي قائم على انك تستخدم information من شغل اللي قبلك وتكمل عليه بي و دي نفس الموضوع ما فيش فيه مشاكل ببل اجابة ان تستخدم شغل غيرك وتقدمه على السن هما شغلك ده طبعا بليجيس السؤال الثاني عنه في دول يعتبر مثال على اول اختيار تشاركوا في نفس الشغل وفي الاخر اتقدم على السن هم مجهود او شغل واحد بس منهم ده طبعا مجموعة من الباحثين شغلين على نفس المشروع البحثي دي طبعا ما فيش مشاكل سي شخص ساب او سمح لحد غيره انه هو يعمل لشغل بتاعه ده طبعا يبقى الاجابة دي اللي هي اي و سي السؤال الثالث كل دول يعتبروا امثالة على سي اختيار اول اختيار مجموعة من البيبر بتاعتك من شورة قبل كده في بيبر تانية جديدة دي طبعا سي بليجيس بي استخدمت ديتا قديمة واشرت ليها لقارئ عرفتم تواخد دي من سورس كذا عملت صيتيشن يبقى كده ده الاكسبشن الوحيد لان ده مش سيلف بليجيريزم يبقى الاجابة بيه سي و دي اقرأوهم اتلاقوهم سيلف بليجيريزم السؤال الرابع انت المفروض تعمل صيتيشن اللي استخدمتها في الشغل بتاعك في الحالات الجاية دي معادة حاجة منهم ايه وين الانفورميشن دي طبعا عادي تعمل لها صيتيشن بس لان انت عشان تعمل صيتيشن ايه وين الانفورميشن دي قديمة ايه وين الانفورميشن دي قديمة بوين الانفورميشن is disputed within the discipline يعني الانفورميشن انتواخدها دي فيه عليها خلاف يعني فيه بعض الانفورميشن موافقين عليها وبعضهم لا دي طبعا مفاش مشاكل عايزة تتخدمها تعمل لها صيتيشن عادي سي وين الانفورميشن points common knowledge زي ما اتفعنا الكمن نوليش ممكن ان نعمل لها صيتيشن عادي يبقى الإجابة سي كده خلصنا على part 1 هندخل على part 2 الخاص بالparaphrasing اول حاجة يعني ايه الparaphrasing الparaphrasing هو اعادة سياغ التكست وتدي نفس المعنى بس فيه different form يعني تستخدم كلماتك واسلوبك انت علشان تعبر عن التكست او الايديا بتاعت حد غيرك وطبعا زي ما اتفقنا نازم بعدها نعمل citation بالsource خلي بالك ان الparaphrasing مش معناه انك تغير كم كلمة وتحط بدلها لسينارمز بتاعتها لها المراضفات او مثلا تغير الترتيب عشان الشكل يبقى original لان كده هيبقى زي ما قلنا patch writing مش paraphrasing خالص طب ايه ال steps اللي المفروض نمشي عليها علشان تعمل paraphrasing بشكل صحيح اول خطوة انك تقرى original text كويس وتقرىها كذا مرة كمان عشان تتأكد انك فهمتها لو لقيت كلمات فيها مش متأكد من معناها ترجمها عشان تفهمها كويس وانت بتقرى ركز على المعنى الجوهر للجملة او للparagraph تكل يعني متركزش بس على كلمة كلمة الوحدة معناها ايه لا انت بص على الكلام كله متجمع كلمة مع بعض عشان تفهم الفكرة بتاعت الparagraph تاني خطوة خد وقتك بعد ما قريت وفكر في الاروت كويس جدا تشوف عايز تحط منه ايه في الشغل بتاعك ممكن كمان تكتب مفاهيمي الرئاسية عندك عشان تساعدك في الخطوة الجاية خطوة اللي بعد كده بقى انك تقفل original text او شيلها من قدامك خالص واكتبها انت بطريقة من غير ما تبص على original طبعا بعد ما تخلص قارم بقى بين الparaphrase text اللي انت كتبتها والoriginal text واعمل تغيرات بسيطة كده يعني لو لقيت جمل قريبة من بعضها او متشابهة خمس خطوة والمهمة جدا تنساش تعمل citation للسورس دي بقى tips تساعدك في الparaphrasing اول حاجة تقدر تستخدم الSynorams بس خلي بالك ما تشيلش كلمة وتحط كلمة بدالها وخلاص عشان ما قلبش معاك patch writing شوف بس الكلمة اللي تحتاج معنا زيها وحطها بس طبعا ده اللي واحده مش كفاية للparaphrasing انا بأكد اهو ده مش كفاية هيبقى patch writing اللي احنا قلنا عليه محاولة فشلة للparaphrasing تاني حاجة ممكن تعملها انك تشغل بالجملة عشان تغير structure بتاعها يعني مثلا اللي في اول الجملة ممكن تحطه في الاخر والعكس تالت حاجة لو عندك معلومة كبيرة في جملة كبيرة ممكن تقسمها في separated sentences يعني مثلا بدل ما هي في جملة كبيرة لأ تحط كل جزء منها في جملة منفصل اخر حاجة طبعا لازم تغير الفورم بتاع الwords ولو اضطر ريت تستخدم ست كلمات وراء بعض زي ما هما لازم تعملهم copying زي ما هما مش تعرف التغير في الكلم نفسه لازم تحطهم بين quotation marks في بقى tools ممكن تساعدك في الparaphrasing زي kill bot و spin bot بس دول طبعا لازم تراجع ورام كواس جدا لانهم في الاول وفي الاخر برامج يعني مش زيك ممكن اي غيره في الكلمات بس ممكن يحطوا كلمة انت مش محتاج تضيفها او كلمة بعيدة عن الموضوع انت بتتكلم عنه اصلا فلازم تراجع ورام كويس وما تعتمدش عليهم اعتماد اساسي ده بقى مثال على الparaphrasing انا هجايب لك original text وparaphrasing غير مقبول وparaphrasing مقبول على اليمين خالص ركز معايا كده على الparaphrasing غير مقبول اللي هو في النص هتلاقي الestructures بتاعت الجمل زي ما هي متغيرتش هو ممكن بس يعني يجاب الجملة اللي في الاخر حطها في الاول والعكس لكن مغيرش في الجمل نفسها وشال كلمة وحط واحدة بدلها وخلاص مثلا الorganisms بدل creatures فده زي ما اتفعنا patch writing البليجرزم المقبول بقى هتلاقي الestructures متغيرة كاتب باسلوبه والstyle بتاعه الخاص بيه مع تغيير forms بتاعت الكلمات وهم حاجة انه سيب المعنى الرئيسي للجمل ما تغيرش فده اعتبر acceptable دول تو practice exercises تتضرب عليهم على الparaphrasing هتمشي على الخطوات اللي انا قلتها والtips عشان تساعدك وشوف في الاخر هتلاق معاك ازاي بعد ما تعد سياغتهم بس كده انا خلصت شكرا ليكم طبعا لو حد عنده اي سؤال يقدر يكتبوا في الcomments صحت على اليوتيوب او يكتبوا في الcomments في جروب الفيسبوك وده الايميل بتاعي لو حد محتاج اي حاجة تانية يقدر يتواصل معايا بس كده شكرا ليكم واتمنى اكون فتكم بالمحضرة والتوفيق والنجاح دايما يا رب السلام عليكم اشتركوا في القناة